بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم صدق الله العظيم جاء هذا الدعاء المبارك في سورة الحشر في سياق السناء على المهاجرين وعلى فضل المهاجرين والأنصار المهاجرين اللي هم هاجروا تركوا مكة المكرمة بسبب الاضطهاد الديني من قبل قريش وتركوا متاعهم وملهم وكل شيء وانتقلوا إلى المدينة والأنصار اللي تلقوا المهاجرين بكل ترحاب وبكل كرم السياق في سورة الحشر يتكلم عن فضل الأنصار والمهاجرين وبعد ما وصف الحق تبارك وتعالى المهاجرين أهل مكة اللي تركوا مكة من أجل الحفاظ على دينهم إلى المدينة المنورة وصفهم بالصدق في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم شوف الآية بتوضح أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالصدق تركوا متاع الدنيا كله ابتغاء فضل الله تعالى فكانوا أصحاب صدق في إيمانها وصف السياق وصف الأنصار بالإيثار الواحد ما يبقى شغل عنده منزل واحد طعام واحد شيء واحد يمتلكه ويفضل اللي قدامه على نفسه فوصف الأنصار بالإيثار لما صنعوا وما قدموا في خدمة الدعوة وإن دا من أسباب فلاحهم في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فلما أن انتهى الكلام في سيخ صورة الحشر يعني من الثناء على المهاجرين والأنصار أصحاب السبق طبعا في الإيمان والإيثار ذكر الحق تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقوله من جاء من بعده ليه؟ الحق بيوجه لكده لأن دول أصحاب السبق في الإيمان هم اللي تعبدوا تركوا أموالهم وتركوا أشياءهم وديارهم وتجارتهم وهاجروا من مكة بلدهم إلى المدينة وكمان الأنصار اللي رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسهم وقفوا مع بعض للحفاظ على الإيمان والإسلام دوليهم فضل على كل المسلمين إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم شوف ربنا بقى بيوجهنا لأصحاب الفضل دينا بيعلمنا الوفاء وإن الأمة دي أولها وأخرها كلنا مترابطين متراحمين والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد هجرة المهاجرين الأولين ومن بعد قوة إيمان الأنصار أهل الفلاح وهم اللي جون بعدهم بقى التابعون والتابعون ليهم بإحسان إلى يوم القيامة كل الأجيال اللي جاءت بعد المهاجرين والأنصار وقيل إن والذين جاءوا من بعدهم مقصود بيها اللي هاجروا بعدما قوية الإسلام اللي هي القبائل اللي بعدما قوية شوكة الإسلام بدأوا يدخلوا بقى في الإسلام لكن الحقيقة الظاهر من سياق الآيات إن الآية بتستوعب كل ده بتشمل من جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة لأنه بيصدق على الكل إنهم جاءوا بعد جيل المهاجرين الأولين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذه الجملة في الآية الكريمة هي جاء في مقام المتح لهذا الجيل السابق اللي ليقص بالسبق في التضحية من أجل الإيمان والإسلام الجملة جاء في مقام المتح لهذا الجيل الذي دول الجيل السابق والجيل اللي حييجي بين بعدهم اللي حيأتي بعد المهاجرين والأنصار واللي حينطبق عليهم هذا الوصف لمحبة التابعين ومن خلفهم بإحسان إلى يوم الدين لمن تقدم من المؤمنين ومراعاتهم حقوق الأخوة في الدين والسبق بالإيمان لأن سبق المهاجرين والأنصار بالإيمان وتحملهم كل المصاعب والمتاعب من أجله من أجله أبقاه لمن جاء من بعدهم فمن يتذكر أصحاب الفضل بالفضل يمدحه الله سبحانه وتعالى ويوجهه إن الدول الفضل علينا فلابد أن يكون الدعاء موصول لهؤلاء وده من سمات أهل الإيمان فهم يدعون أهل الإيمان لهؤلاء لأصحاب الفضل علينا السابقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل جيل يدعي للأبله بداية من المهاجرين والأنصار وعقب ذلك لمن خلفهم تباعا إلى يوم الدين يقولوا إيه ربنا يعلمهم يقولوا ربنا اغفر لنا وابتدأ الدعاء بأن الإنسان يسأل المغفرة لنفسه الأول يعني اغفر لنا ما وقع منا من تفريط وتغفر يعني تستر فاستره يا ربنا ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني وصفوهم بأنهم سبقوهم بالإيمان ده السياق ده أو الجملة دي تؤدي معنى الاعتراف بالفضل وبالجهد اللي أموا بيه ومن اللطائف ومن جواهر المعاني في دعائهم أنهم قدموا أنفسهم في طلب المغفرة لما في ذلك؟ من إن العبد الذي يدعو لغيره لابد أن يكون مغفر له أولاً فإن ذلك يكون أرجى في استجابة دعائه لنفسه ولغيره من بعد ذلك وده من أداب الدعاء وإحنا قلناه قبل كده في بداية حلقات هذا العام في رمضان إنه من أداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء لمن يريد تبقى مغفور الذنب عشان دعائك يكون أرجى في القبول عند الله وأيضاً لكون تقديم النفس لأن أقرب النفوس للإنسان لكل واحد منه نفسه أقرب النفوس إليه نفسه فيبدأ بالاستغفار ويقره وأنا أقر الأول إننا أريد المغفرة من المولى وستر الذنوب والخطايا إقراراً بالذنب بين يدي الجليل فالأحسن للعبد أن يرى أولاً ذنب نفسه وتقصير النفس من قبل أن يراها في غير فحتى المولى سبحانه وتعالى يعلم أهل الإيمان والإسلام الأدب حتى في صياغة الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا فيبدأ الإنسان بطلب المغفرة لنفسه أولاً وبعدين ربنا اغفر لنا وبعد كده يبدأ في الدعاء بمن سبقه بالإيمان كما إن من جواهر المعاني زي ما قلنا هذا الدعاء إنك تقديم الغير في مثل هذا المقام فيه سوء أدب وسوء ظن يعني ما تقولش يا رب اغفر لمن سبقونا بالإيمان وبعد كده نفسك لا من باب الوفاء وكمال الأدب أن تبدأ بنفسك ثم بغيرك لإن ده سوء أدب وسوء ظن في حق الغير لذا قدموا أنفسهم في طلب المغفرة ونحن كذلك نقتدي بهم في الدعاء بالمغفرة لأنفسنا ولغيرنا استجابة لأمر ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ثم قام هؤلاء المؤمنون المفلحون بالدعاء لأنفسهم قائلين ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني يا رب نقح القلوب طهرها من الحقد نقيها من البغض باعد بينها وبين حسد الناس فطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق يعني ده دعاء لمن سبق وللموجود معه وكل شيء يبقى طلبوا من الله سبحانه وتعالى تطهير القلوب على الإطلاق من الغل والحسد والحقد وبيدخل في ده الصحابة الكرام دخولا أوليا المهاجرين والأنصار لكونهم أشرف المؤمنين ولكون الصياق القرآن في سورة الحش فيهم ونحو هذه الآية في المعنى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ثم جاء ختام هذا الدعاء المبارك بقوله تعالى على لسان أولئك المخلصين من المؤمنين وهو توجيه وتربية وتعليم ربنا إنك رؤوف الرحيم يا رب ربنا إنك عظيم الرأفة بعبادك كثير الرحمة لهم فمن كان عظيم الرأفة بعباده كثير الرحمة لهم حقيق بأن يجيب دعاء الداعي فأجب دعاءنا إلهنا ويا مالك أمرنا فتوسلوا إلى الله تعالى باسمين كريمين دالين على كمال رحمته كمال رحمة الله تعالى يا ربنا ما دعوناك بهذا السؤال والدعاء إلا لأنك رؤوف الرحيم فسبحانه الرأوف الرحيم جدير بأن يستجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء فكان في توسل بأسماء الله الحسنة اللي إحنا أمرنا إن إحنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى ندعوه بها قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم جمعت هذه الدعوات المباركات بانسلامة القلب وسلامة الألسن سلامة الألسن أنت بتدعو لمن سبقك وتعترف بالفضل لهم لأنهم لو لا صمدهم ولول ما بذلوه في سبيل الله بالأنفس والأموال وكل شيء ولولا هجرتهم لديارهم وتركهم لأموالهم وأهليهم وهجرتهم إلى المدينة وكذلك أهل المدينة اللي استوعبوا الأعداد دي وآثروهم على أنفسهم في طعامهم وشرابهم ودورهم ودول اللي ثبتوا وخاضوا ما خاضوه من حرب ضروس ضد الشرك وأهله لابد أن نعترف لهؤلاء بالفضل ومن الوفاء أن ندعو له فهنا سلامة الألسن وكذلك سلامة القلوب فدعوا اغفر لنا والأخوانين الذين سواقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فطلبوا طهارة القلوب فهنا سلامة الألسن وسلامة القلوب فليس في قلوب داعين بها أي ضغينة ولا وقيعة ولا استنقص لحد بيألل من قدر إنسان زي ما الناس بالسهل كده تغلط في بعض وعلى السوشيال ميديا ده يحتقر داودي تحتقر دي والناس بتاخد من بعض مادة للسخرية ما هكذا يكون أهل الإيمان أبدا شوف ربنا بيعلمنا ندعي لأصحاب الفضل علينا وكذلك فيما بيننا في المجتمع الإيماني والإنسان الذي نحيا فيه ما إذا كنا نحن المجتمع المؤمن لا يحقر بعضه بعضا ولا يستنقص لأحد بالذكر في اللسان فيغض من قدر إنسان تاني أو يستخف به أو يسخر به أو إنه يستهزئ به أو يجعله مدى للكوميديا كل دي أشياء ليست من أخلاق أهل الإيمان أبدا مطلقا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المعنى هنا كل الأمراض القلبية السيئة يسألون الله تعالى طهارة القلب منها ولا يخفى إن في الإكثار من هذه الدعوة العظيمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذه الدعوة العظيمة فيها خيرات كتيرة للداعين بها في الدنيا والآخرة وإحنا في شهر الدعاء إحنا في شهر الطلب هذه الدعوات فيها خيرات عظيمة لما فيها من الاستجابة لأمر الله تعالى إن ربنا بيوجهنا ندعو بهذا الدعاء ولما فيها الدعاء ده في خير عظيم لما فيه من كسرة الحسنات التي لا تعد ولا تحصى للداعي بها كما سنرى وإن الدعاء بهذه الدعوات الطيبات يصمر في قلب الإنسان المؤمن حب المؤمنين وحب الناس أجمعين وحب الخير للمؤمنين وللناس أجمعين والبعد عن الكراهية والبغض والحسد والغل فتطهر بذلك القلوب وده من أعظم مقاصد الدين ومن فوائد هذا الدعاء بشارة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويدعو لهم اللي بيدعي للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم كما ورد عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت حيث قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني ليدعو الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات ده معنى استغفر يعني طلب المغفرة من قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً ومرحباً بكل مشاهدين الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون مرحباً بالجميع ناخد الأسئلة ومعانا سؤال من مبارح إن شاء الله نتمكن من الإجابة على أغلبية بإذن الله أستاذ زينب أهلاً وسهلاً إزيك يا دكتور الحمد لله أستاذ زينب كل سهل طيبة وحضرتك طيبة أنا بحبك جداً وعلى طول متابعيك يا ربي يحفظك ويبارك في عمرك أحبك قوي سليميلي عليها وقبلينها أديها وليلها تدعيلي أي يا حبيبي؟ شرحك بسيط الحمد لله أتمنى ذلك الحمد لله أقول لحضرتك أنا في رمضان في كام يوم بصمم بسبب يعني البريد وكده بتفطر يعني أصدق آه آه ممكن بعد رمضان لو أنا ما قدرتش أصممهم أدفع يعني أدفع حاجة لله لا هو أنت أصلاً بتقدري تصومي آه يعني لو ما قدرتش في يوم ينفع أدفع حاجة لله لا ما هو أنت مش مريضة عشان تفدي عن الأيام دي أنت واحدة أصلاً مش يعني ربنا يديك الصحة والعافية واكتهدي في هذه العبادة ما تأثرش فيها أنت صحة كويسة وتقدري توزعيها وانا هقولك إن شاء الله توزعي إزاي الأيام في سؤال تاني يا أستاذ آه آه ليس سؤال تاني لما الفجر يتنزونا في فبوئي مية أو في فبوئي أكل ينفع خلاص كده أرميني ولا أكمل حاضر في سؤال تاني شكراً مرسي الحضرت لا عفو حبيبي يا أم إياد أي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته لا حضرتك يا دكتور الحمد لله ونتكلمك والله من الزمان أي يا فندم أنا نتكلم حضرتك من الزمان الشرف لي يا والله ربنا يبارك فيكم تفضل يا فندم أنا عندي سؤالين بعد الزمان مع حضرتك ويالأولين أيوة أنا كنت حانة كنت في رمضان اللي فاركت فترة عشرين يوم وجيت لما سألت الشيخ قال للحامل والمرضع زي الشيخ الكبير ليس عليهم قضاء ولكن عليهم كفار يعني عن كل يوم ما أدفع يعني أكثر واحد حاضر هرد علي فيه إيه تاني فيه أسئلة تانية المؤيد السؤال التاني أنا كنت في جهازي كان فيها عندي حاجة يعني نقصة علبة نقصة فيها حاجات مكونات وجيت رجعتها للشخص تاني لساحب الحاجة وجيت عدها لها سنة واثنين معلش أنت بتكلمي معلش تاني أنت بتقولي في جهازك كان فيه حاجة نقصة عايزة تشتريها يعني لا كان فيه لأ أنا كنت رجعت منه حاجة وجيت رجعت قاله تاني نقصة فيها مكونات فقلت له كملها لي فقال لي ماشي وبعد كده طلبت منه قزامورة أنا هو يجيبها لي يقول لي ماشي ماشي وما يجيبش في عد على سنة واثنين وأنا بطلبها منه وهو ما يجيبها لي يعني أنت دفعت فلوسها وهو ما جاب لي كيش الحاجة دي آه ما ردهاش تاني كانت نقصة طالح حاجات وطوله يكملها لي قال لي ماشي وخدها باحة وما جرى يردها ليش تاني يعني أنت بعتها له يتمنها ويبيعها يتمنها وردها لي ويردها لي خدها ومدها الكيش آه وعدها كل ما طلبها منه عدها سنة واثنين ويوم تلاتة ما ردهاش تاني يطلبها منه آه جيت دلوقتي بطلبها منه وقال لي خد فلوسها طيب يديني فلوسها من سنتين فترة وتارتة فترة يعني بتاع ستين سبعين جنيه فقد قلت له لا مش هينصى يديني تمنها بسعر دلوقتي لأنه لو خدت تمنها بسعر دلوقتي مش هتجيبها لي تاني يعني مش هتجيب نفس فهمت فهمت تمام حاضر أسعر أنا كده صح ولا ناخد تمنها بالأسعر قديما لكن أنت في ببدأ الكلام أنت مش بتبعيها أنت قلت له تمنها هو خدها اتصرف فيها طبع فيها وباعها بعد كده أنت كل شاب الطلبي مش راضي يرد دلوقتي لما طلبتيه عشان يرجحها قالك حدهلك بسعر زمان مش دلوقتي أنا كده فهمها صح طيب خلاص يا مؤيد الجزئية دي ممكن تفهمها تسنيمه طول هنطلع طيب الكتاب كتاب قلوب عمرة وبعدها إن شاء الله نجيب على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى كتاب قلوب عمرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيقى القاعدة طفل معاك أنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جليلة لأن القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في رحاب تصحيح صورة المرسلات إحنا صححنا من الآية عشرين لتمانية وعشرين واليوم بقى الكتاكيت بقى حيبتدوا إيه يعني الكتاكيت والكبر اللي قاعدين ورا الكتاكيت مش كلهم كتاكيت يعني يلا يا حلوين يلا يا أستاذ أنس عشان كان عادة زعلان إن إحنا ما أراش كان الوقت خلاص فزعلان نصلحك بقى سمعنا قراءة بقى إيه منضبط استعز بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين جميل ربنا يفتح عليك والتلوين الصوتي رائع وخدت بالك من الإضغام الكامل اللي قلنا عليه في الحلقة الماضية فيه ألم نخلق كم من ماء مهين قلنا إنه القاف حتدخل في الكاف ده إضغام كامل وحيبقى مش عندي قاف وبنطأ كاف تمام؟ يلا يا لانا ألم نجعل ألم نجعل الأرض مها الكفات الأرض الأرض كفات مش آه آه مش آرض آه فتحة آه بقي مفتوحي من وشمال الأرض كفات أحياء أو أموات نشبع بس المد وعندي المد هنا مد إيه؟ ألف مد الألف كم حركة؟ أربعة أربعة لأن ده مد واجب عشان ده مد إيه؟ واجب حرف المد أهوف أحياء وراه جاي وراه همزة في نفس الكلمة يتمد واجوبا أربعة حركات يلا أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواسية وجعلنا فيها را را رواسية را را هنا إيه؟ يا شروق مفخمة مفخمة ليه؟ اللي عارف السبب يقول عشان عليها فتحة؟ عشان الراء مفتوحة را 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 وا را رواسية رواسية شاميخات لا 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 شاميخات إزاي؟ شاميخات وَأَسْقَيْنَاكُمَّا يحسسك بالمعنى زي كلمة حرير لباسهم فيها حرير فتحس نعومة الحرير في الصوت الرقراق ده اللي انت بتنطاقه شاميخات برضو تحس فخامة الجبال مع استعلاء الخار دي اللي موجودة في الكلمة وده من أسرار اللغة العربية وجماليات هذه اللغة وإعجاز القرآن الكريم الصوتي شاميخات وَأَسْقَيْنَاكُمَّا برضو دول اتنين ونص تلاتة اللغة العرب مَا أَنْفُرَاتَ مَا أَنْفُرَاتَ لا مش فراء 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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ يلا يسار أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَّهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ جميل يلا يا مريم ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا بردو كده بردو كده يا مريم الراء يا مريم هتزعل منك وتاخد على خطرها تبقى هي مفخمة وأنا أعملها حاجة تاني صح؟ أعملها إيه؟ فخمة ولا رقيقة؟ الراء فخمة لأ عليلي صوتك كده الراء دي بتاعت رواسية دي فخمة ولا رقيقة؟ فخمة وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا إحنا كلنا الغنة وإيه؟ وكروتنا المد وَأَسْقَيْنَاكُمْ بُصِيلِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا جميل وَيْلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَحْسَنْتِي أَحْسَنْتِي يَاللَّي حَنُّونَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرُنَا 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 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ جميل يلا 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 يا آدم أَلَمْ نَجْعَلِ النْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا أنت عندك الجزئية بتاعة التنوين هنا هقول إيه؟ مَا أَنْفُرَاتًا مَا أَنْفُرَاتًا وَيْلُي يَوْمَعِذٍ وَيْلُي مش تبقاش وقع كده الإقاع بتاعتها ده تهديد للمكذب يعني الذي لم يصدق رسل الله ولا الآيات الكتيرة اللي في الكون اتدال على وجود مين؟ الخالق العظيم فده تهديد مش هقوله بقى وأنا إيه بنام بقى لا أبقى أم صح صح وَيْلُي يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلُي يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أحسنت يا آدم نختم بقى بشيخ عبد الله أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْمَاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَةً وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أحسنت يا شيخ عبدالله الله يفتح عليك وعليك جميعاً وصدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله اللهم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعاً وعلى الصراط نوراً وإلى جميع الخيرات دليلاً وإماماً ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعواناً أن الحمد لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين أهلاً ومرحباً بحضراتكم من جديد كان معنا أسئلة للأستاذة زينب بتقول إن هي كانت فطرت في رمضان بسبب عذر الحيض الدورة الشهرية فهي صغنانة وبتقول أنا ممكن أني يعني أطلع أو أطعم عن هذه الأيام بدل القضاء ما عليك يا زينب هو القضاء فقط عند الاستطاعة وبعدين إحنا عندنا مشروعية جواز تأخير قضاء رمضانية معاك الأمر على الساعة من رمضان لرمضان اللي بعده خذ يوم اتنين وخميس ساعتين عائشة كان بتقول رضي الله عنها ما كنت أقضي ما يكونوا علي من رمضان إلا في شعبان يعني ما يدخل شعبان لرمضان المقبل يعني حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضاء فيه ساعة بعد ما يخلص رمضان في أي وقت تقدري تقضي خذ يوم اتنين وخميس يوم كل أسبوع كما تشاء بالنسبة ليه سؤالك التانيين لما يكون لما يرفع أذان الفجر وفي الفم طعام تكمل تاكله ولا تلفظه طبعا بدخول الوقت الفجر الصادق واللي أنت معاك تسمعي الأذان يعني تمتنعين عن تناول أي شيء أو أي شيء من المفطرات أو الأشياء التي تفطر وإذا كان في فم الإنساني شيء بعليه أنه يلفظه يقضف به خارج فمه من كان ماء أو طعاما بالنسبة ليه ست مؤياد كانت حامل في رمضان فترة عشرين يوم فسألت أحد المشايخ فقال لها أنه ليس عليك القضاء ولكن عليك الإطعام يعني يا ست مؤياد هو أفتاكي بقول بعض الصحابة يعني الجمهور من الفقهاء على أن القضاء عند القدرة وزي ما قلنا القضاء عندي على الساعة برحتي من رمضان لرمضان أقضي في أي وقت وهناك من بعض من أراء الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما اللي شايف أن الحامل والمرضع زيها زي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وعلى الذي كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فأنت في الوضع ده تقدري على رأي بعض الصحابة أنك تطعيمي عن هذه الأيام لعذر الحمل والرضاع ولكن الجمهور على أنه أنك عليك تقديم فاختري إن شئتي بين القولين بالنسبة لي سؤالك التاني الحاجة اللي أنت بعتتيها لأحد التجار عشان من جهازك عشان يتم من هالك وما رجعهاش وقعدت تلحي عليه سنوات أو وقت طويل يرجع الأمانة اللي عنده فما رجعهاش والنهار ده عاوي زيد هالك بتمن بخص المفروض أن أنا أعمل إيه معاه الأصل إن في هذا السؤال اللي حضرتك تفضلت به إن هذا التاجر يرد العين اللي معاه رد الشيء لصاحبه ده الأصل وإلا فإنه يرد قيمتها السوقية إيه الحالية حتى لا يكونوا ذلك بخصا لحقك سريعا السيدة ومحمد كانت أمس بتسأل عن كيفية الفدي يعني صاحب المرض المزمن المرض المزمن يعني الذي لا يرجى برقه اللي صاحبه مش بيخف مرض ملازمه إلى الوفاة الأصل إنه الإطعام من خلال ما يصنع في البيت نطلع نطبخ شوية بزيادة نعمل فطار شوية بزيادة ووجبة من الفطار ووجبة من الصحور وهكذا أو الفدية اللي قيمتها كحد أدنى 30 جنيه عن اليوم الواحد والأولى إن إحنا في الإطعام ده نخليه لمن؟ نخليه لأهل الحاجة للمحتاجين يا صاحبة السؤال نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ولوالدين ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحقد والغل والحسد وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نقترف سوءا أو نجره أو نجره إلى مسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم موسيقى